طيب من إثيوبيا نروح لأفغانستان النهاردة حضرت برضو الأمم المتحدة من جرائم حرب محتملة بالتزامن مع احتدام الصراع في أفغانستان حثت مفاوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على وقف هجوم حركة طالبان ضد المدن الأفغانية وكمان أعلنت أن مكتبها تلقى تقارير عن وقوع جرائم حرب محتملة وأوضحت كمان الأمم المتحدة أنها بتتلقى تقارير مقلقة للغاية عن قيام طالبان بقتل عناصر من قوات الأمن الأفغانية وهم خارج الخدمة حتى بعد استسلامهم في نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه مشاهدينا في مسؤولين كتير اتكلموا نقلا عن وكالة رايترز أن الهند أرسلت طائرة عسكرية إلى شمال أفغانستان لإجلاء الرعاية الخاصة بيها مع احتدام القتال ما بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان كمان أغلاقت الهند القنصلية في مزار الشريف أكبر مدينة في شمال أفغانستان وحاست كمان الدبلوماسيين والمواطنين الهنود على استقلال رحلة طيران للعودة إلى الهند مرة تانية